معاناة والمصابين بمرض الثلاثيمية لا تنتهي في وسط حيث أن نقص الحاتف الأدوية والعلاجات الخاصة بهم إضافة إلى الشح المتبرعين بالدم مما زاد من معاناتهم أوقات العمل عادة من الأحد إلى الخميس حيث أن سبت فقط هي عطلة الردهة يتم فيها خدمات نقل الدم وتوفير طبيب اختصاص أطفال وطبيب اختصاص باطنية لمعالجة المرضى في كافة المجادات الطبية التي يحتاجوها أيضا إذا احتاج المريض الثلاثيمية إلى خدمات أخرى يتم التنسيق مع دائر صحة وسط وقسم العمليات لحالته إلى مستشفى آخر لتقديم الخدمة حقيقة هناك جهود خيرة من أبناء المحافظة لتقديم بعض التبرعات لإدامة العمل حيث تعرف حضرتك نقص التخصيصات ويتم جمع هذه التبرعات ويدخالها في سجل التبرعات وصرفها حسب الظوابط مركز الثلاثيمية نحن في وسط جاي نعاني كل شي نعاني الدم أكثريته ماكو متبرعين ماكو من وراء جائحة كارونة والعالم أكثريته تخاف تتبرع ودم ماكو قليل ووضعهم كل اشتعبان الثلاثيمية ومحافظة واسط رواتب ماعدهم قطعه صار سنة الرواتب من المحافظة ومال الرعاية زين هذا بيش يعيش كلها تجي أقضيه ونواحي وماعتها حتى كر وتوصل بيها أكل موك وأكل وأكل وأنت تشتري أكلك وشربك على حسابك يعاني مركز الثلاثيمية في محافظة واسط من عدم وجود طبيب اختصاص أمراض الدم اللي هو عادتهم 500 مريض ما يقارب 500 مريض في محافظة واسط نحتاج إلى طبيب أمراض اختصاص أمراض الدم يجي يشوف المرضى يفحصهم احنا عدنا عدنا طبيب أطفال جهودة مشكورة لكن ما راح يخدم المريض مثل ما يخدمه ويقدم له طبيب اختصاص أمراض الدم لذلك نحتاج إلى طبيب أمراض الدم يكون مختص بأمراض الدم 500 مريض قلت لك عدنا 500 مريض عدهم أمراض مزمنة أغلبهم يحتاجون إلى مراجعة استشاريات النسائية إلى الجراحين احنا ما عدنا نفتقر إلى هذا العدد بعد محتاجين أن يشملوهم بالرعاية الاجتماعية الآن أغلبهم أغلبهم تعبانيين من الناحية المادية يحتاجون النقل اللي بالعزيزية اللي بالصويرة اللي شيخ سعد حتى من بغداد احنا عدنا جايجونا من الناصرية جايجونا أيضا ذلك نطالب ونناشد الحكومة المركزية أو المحلية أن يوفروننا ودار الصحة الواسط أن يتوفرن طبيب اختصاص أمراض الدم لمركز الثلاثمية اشتركوا في القناة